موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معنا من جديد في كورسي سي ام اي بارت وان مكملين مع بعض ان شاء الله محاضرات حل الاسئلة في بارت الكوستنج ومعادنا النهاردة ان شاء الله مع يونت سيفن ساب يونت تو ابزوربيشن اند فريبول كوستنج ولكن هنتكلم عن الكالكيليشن المرة اللي فاتت او المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا برضو عن ولكن اتكلمنا عن وحلنا عليها اسئلة كتير جدا ما كانش فيها بنتأكد ان احنا فاهمين بتاع موضوع او الاختلافات ما بين النهاردة ان شاء الله هيكون معادنا مع القصة بقى بتاعت وازاي نطبق الحاجات اللي احنا تعلمناها في النظرية بتاعت نطبق الكلام ده بقى ازاي في اسئلة عملية فيها حل والكلام ده كله اتفقنا يلا بينا نبدأ نتوكل على الله قبل ما ابدأ بس عايز ااكد عليك تاني حاول تركز معي كويس وانا بخرق السؤال علشان تفهم التركات اللي موجودة في السؤال والتلاعب بالالفاظ بيبقى عامل ازاي علشان تقدر توصل للاجابة الصحيحة في اسهل طريقة. اتفقنا? يلا بينا نبدأ على طول النهو بسم الله الرحمن الرحيم عندنا اهو هنتكلم عن كل اسئلتنا هتكون عبارة عن وتطبيق عملي تعال نشوف ادي بيقولك اهو في بداية العام المالي الشركة اسمها جاب المانيفاكترينج ريكاردد ازاي داتابلو وسجلت الداتا اللي احنا شايفينها قدامنا دي عبر عن ايه برايم كوست ادي اول تلاعب بالالفاظ برايم كوست دي اللي هي ايه احنا عارفين كويس ان برايم كوست تعتبر ايه بلاس ديريكت ليبول فهو عايز يقولك ان ديريكت ليبول مع بعض عاملين انتم مميت الف بعد اكد عندك ادي فكسد منفاكشن انجوفارددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد او ازا برودكت كوست. وانا شغال هنا فلو انا شغال انا على طول هياخد معي اللي هي ومعاهم كمان الميت الف ايبا ازا بتاعته تبقى هي تمنمية الف ومية الف يعني الاجابة الصحيحة تسعمية الف اجابة رقمبي سهلة كده? هيلجوا السؤال ده. نروح للسؤال اللي بعدها. نفس الاتا بتاعتنا هي هي ولكن تحتها هيقولك في سؤال رقم اتنين عايز يعرف النهاردة احنا عارفين ان الاختلاف من بيبقى في ده. فانا لو شغال هنا على طريقة هاخد معي اللي هما يبقى تسعمية الف يبقى كله كان مليون وستين. اللي هي ايه? يبقى الاجابة بتاعتي اكيد هتكون مليون وستين ايجابة رقمسي عبارة عن تمنمية الف زائد مية الف يبقى تسعمية زائد مية وستين الف يبقى مليون وستين. يبقى ايجابة رقمسي مليون وستين. كلام سهل يا ابو. نروح للسؤال اللي بعده مشو بيقول ايه? عندك السؤال اللي بعده بيقول لك ايه? وسوى انك ده اسم الشركة. ما لها بقى? كانت مخططة. كانت مخططة. كانت مخططة وفعلا نفزت الكلام ده ايه 200000 يونتس. كانت مخططة وفعلا نفزت الكلام ده ايه صنعت 200000 يونتس. عارف انت كلمة دي مش محطوطة عطباطا كده. لما تشوف كلمة يجي في دماغك حاجة واحدة بس. ان مفيش بيجيننج انفنتوري. يبقى انا النهاردة لما هشوف كلمة بيجيننج انفنتوري افهم ان ايه? مفيش بيجيننج انفنتوري. سوى بقى بقى بيجيننج فانش او بيجيننج ووب مفيش اصلا الكلام ده. ودي حاجة بتريحك في الحل قوي. يبقى اذا 30 دولار. بلاند اند اكتشوال واختبارك من كلمة بلاند اند اكتشوال يعني البلاند فكس اوفرهيد. هو هو الاكتشوال فكس اوفرهيد ودي برضو حاجة بتريحك جدا ان اللي كان بوجيت فكس اوفرهيد اذا بلان هو اللي تتنفس فعلا في الاكتشوال. مالو بقى وير 600000 ماشي. شركة اساوا دي. خلي بالك هو انتك كام انتك 200000 كويس. وباع كام 120 يعني اكيد عنده حوالي 80000 صحي كده? ماشي. السؤال هنا. عايز اساوز. النهاردة حضرتك لو عايز من باستخدام فانا ببساطة جديدة جدا هابدأ اول حاجة اقول لك اديني مبيعاتك كام يا عم? هابدأ اهو. بتاعتي عبارة عن كم? هو قال ان هو باع كم يونت? مية وعشرين الف يونت بسعر بيع كم? اربعين. ماشي بقى المبيعات بتاعتي عبارة عن كم? مية وعشرين الف يونت. في اربعين بس كده جبنا الايه? جبنا المبيعات باربعة مليون وثمنمائية. كلام جميل. هاتلي بقى المبيعات. مش هو المفروض عايز الايه? عايز الابريتين جايك كم اندر كويس. انا هاتخل بقى دلوقتي بالايه بالفاريبول كوست بتاعتي وهاجة اقول ادي الفاريبول كوست. ادي الفاريبول كوست عبارة عن كم? هو بايع كم يونت? مية وعشرين الف يونت. وهو ايه لكن الفاريبول كوست بليونت. تلاتين دولار. صح? اهي الفاريبول كوست بليونت تلاتين دولار اهي. كلام جميل. وبعد كده. بعد ما جبت الفاريبول كوست بليونت. هطلع بقى بالايه? آآ فيه هنا فاريبول سلينج وادمستريتف. هو دي يجي قال لك هنا قال لك ادي فكس ستمية. اند سلينج وانستريتف كوست ربعمية. يبقى مفيش. يبقى على طول كده مفيش فاريبول سلينج هو مش فصلها. هجيب على طول بتاعي او همش المساهمة. كنتروبيشون مارجن بيساوي ادي السل زريفين ونقص. يطلع كام يطلع مليونتين. وبعد كده اطرح على طول الايه? واطرح بعد كده على طول الايه? السلينج والايه? والادمن كوست. فين بقى? كام? ستمية الف وادي السلينج وربعمية الف. يبقى هاول هنا كده ادي ستمية الف اهو. وادي هنا كام ربعمية الف. يبقى على طول كده يطلع لي في الاخر الاوبريتينج انكم. هذه الاوبريتينج انكم بتاعيه. عبارة عن ايه? عبارة عن مليون ومتين اللي هو مارجن. ماقص ستمية الف. ماقص ربعمية الف. يطلع الاوبريتينج انكم كام متين الف. اجابة رقم ايه? سهلة? البسيطة. ماشي. نروح للسؤال اللي بعده. برضو نفس بتاعتنا هي هي. ولكن المراتي عايز الاوبريتينج انكم يوزنج الايه? طيب. انا النهاردة عندي محتاج برضه جيب صح? تعالك كده ايه? نعيد الكلام الجميل تاني ده كله ولا اقول لك خلينا نعيده هنا الواحد وكده? هنقول تاني اهو. ادي بتاعتي المفروض ان الراجل ده بيع مية وعشرين الف يونت. صح? بيع الواحدة باربعين دولار يبقى انا اعمل بكم باربعين 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 هونتون ومية. تعال بقى نشوف الواحد هنا هقولك اهو بير يونت. بوجي على جنب كده اقولك الواحد كام تلاتين دولار. ماشي. وبعد كده حاجة اقولك اهو اوفرهيد بير يونت. انا بقى اشتغل بقى فلازم اطلع اليونت شاملة وشاملة الايه? كويس. هو هنا كان اقيل لك ان هو بيصر كام ستمائة الف. علشان انتج متين الف. خلي بالك من المواحدة دي. الفيكس دوفر هيد. ده علشان تنتج متين الف. مش عشان تبيع مية وعشرين فلازم لما تiejى تقسم الفيكس. دوفر هيد يتقسمه على الكمية المنتجة. يبقى دلوقتي اقول الفيكس عبارة عن ايه? ستمية الف اهم على المتين الف اللي تم انتاجهم. يبقى نصيب اليونيت كام تلاتة دولار. يبقى اذا نصيب اليونيت الواحدة كام. اه بريونيت تلاتة تلاتين دولار. فانا هاجي دلوقتي بقى ببساطة جديدة. واروح جايه ايل هو بايع كام مية وعشرين الف يونت. في التلاتة وتلاتين دولار اللي هي اللي بتشمل تطلع تلاتة مليون تسعمية وستين. حيلا. اطلع انا بقى كده عندي اهو. ادي او بتاعي عبارة عن ناقص. ايه يطلع تمنمية واربعين الف. نايسني اطرح ايه تاني? نايسني اطرح بعد كده على طول الايه? ادي صح? اللي هي المفروض كامل ربعمائة الف. يبقى على طول بتاعي بقى. هاي ساوي كام عبارة عن تم مية واربعين الف ناقص ربعمائة الف. يبقى ربعمائة واربعين الف فيين ربعمائة واربعين اهي ايجابة رقمي. طبعا واضح الاختلاف في الحل السؤال ده واللي قبله ان هنا انا اخدت كابل ونزلت بالكامل ولكن هنا اللي حصل ان انا اخدت وحملته على وظهر معايا قبل صح? ونزلت بعد كده بس. يبقى ازا واضح جدا الفرق ما بين الايه? ما بين اتفقنا يا جبعة. تهي اللي موضوع صحيح لو زريف مفوش مشكلة. تعالوا نروح للسؤال اللي بعده. السؤال اللي رقم خمسة نشوف بيقول ايه? في سؤال رقم خمسة بيقول شركة صناعية بتطبق طريقة حلو قوي. يعني داخل الشركة بتطبق طريقة ال ايه? عند وهكزا. ماشي. بتحول سجلاتها بعد كده او الدفاتر عندها او ده الموضوع غريب شوي. ان هي بتشتغل تشتغل وبعدين تحول الى عشان يبقى مطابق والمعايير والكلام ده. ماشي. ازا قسم الحسابات بيعمل تسوية. بيجيب صفر ربح اندر وصفر ربح اندر وصفر ربح اندر ويعمل او تسوية عشان يساويهم ببعض. عشان يتأكد. يبدأ يشوف الفرق كده مع بين الطرقتين. ويتأكد ان فعلا فرق دوت هو عبارة عن الاندينج في فيتأكد ان هو عمل صحة مفيش خطأ. كويس. زا يعني ده كان معمول على طاقة انتاجية تعادل متخطط له من مستوى انتاجي بقى ربعمائة وتعينيين الف. فانننشال كان عامل ان هو هينتجي ربعمائة وتمانين الف انت خمسمية ويتجز حاجة كويسة. ماشي. عندك بقى بعد كده والابزوربيشن كوستينج. هنا عشرة. هنا برضو عشرة. لازم يبقى صفر اندر كوستينج وهنا ستة دولار اندر ايه ابزوربيشن كوستينج. كويس. بيزيد عليها طبعا ستة دولار. كويس. عايز تقول ايه بقى. زا دي فرانس بتوين زا اوبريتينج انكم كالكلياتيد اندر كوستينج مثود اند اوبريتينج انكم كالكلياتيد اندر اوبزوربيشن كوستينج مثود الفرق ما بيه. صفر ربح او الابزوربيشن كوستينج والفرق ما بينه وصفر ربح اللي محسوب اندر. طبعا انا عارفين كويس جدا ان صفر ربح او الفرق صفر ربح ما بين الطرقتين او كان بيكمن في ايه? مضروب في حلوة اوي. فانا النهاردة كده لو حاجة اشوف هقول انا هعمل ايه? انا عندي كام? ادي عبارة عن ايه? عبارة عن ان انا انتكت كام? تعال كده نشوف. اهو الانتاج هنا كام? خمسمائة الف. كويس اوي. والمبيعات كام? خمسمائة وعشرة. ايه ده? هو انا ينفع? ابيع اكتر من اللي انا انتكته? يعني الانتاج خمسمائة الف. المبيعات خمسمائة وعشرة? قال لك اه ما انت سحبت من المخزون اول المدة? افرض عندك بجننج انفنتوريا بسحبت منه عادي جدا. كويس. طيب تعال انكمل. الفرق هنا ما بينهم هيكون خمسمائة وعشرة الف اللي هي المبيعات. ناقص. الكمية المنتجة اللي هي خمسمائة الف بس. يبقى ازا الفرق ما بينهم عبارة عن كام مع عشرة تلاف. حلو قوي. بقى اهو بيساوي ايه? ستة دولار. مش هو الراجل ايه لك هنا اهو. ان عبارة عن ستة دولار. كويس اهو. يبقى انا لو النهاردة قلت عندي عشرة الاف في ستة دولار. يبقى ازا صفر ربح ما بين الطريقين عبارة عن كام ستين الف. جابته ازاي اللي هو الفرق من المبيعات والانتاج مضروب في يطلع ستين الف. في ان ستين الف اهي اجاب رقمي ستين الف. روح للسؤال اللي بعده يشوف بيقول ايه? بيقولك اهو. داتا اللي جاية دي ازا تكن فورتيج كامبانيز ريكورد من سجلات شركة اسمها فورتيج. فور زا فيزيكال يير جاستن. للعام المالي المنتهي. و اللي بقى اخدت ايه من عنده? دايريكت ماتريا يوز تلتمية الف. دايريكت ليبرمية الف. فاريابل اوفرهد خمسين الف. فكسد اوفرهد ثمانين الف. سيلنجو ادمن فاريابل اربعين. وسيلنجو ادمن فكسد عشري. السؤال بقى هنا بيقول ايه? لو شركة فورتيج دية. عايز يعرف دا كلام سهل قوي. لو انت شغال فانت هتاخد معاك تلتمية الف الماتريال. والمية الف اللي بقى كده ربعمية الف ومعاك خمسين الف بس على كده متاخدش معاك حاجة تاني لو انت شغال ايه? يبقى تلتمية ماتريال. مية يبقى ربعمية وخمسين يبقى الاجاب ربعمية وخمسين اجابة رقم بي. شوفت الاسئلة جميلة ازاي? ماشي. يبقى الاجابة الصحيحة اجابة رقم بي ربعمية وخمسين الف. طيب نروح للسؤال اللي بعده. نفس نفس بتاعتنا متريال بثلتمية اهو. ادي ليه بور مية و افرهد خمسين والكلام ده فاريول. تعال نشوف عايزين. شركة فورتيجز كامبانيز هنا هتبقى اخبرها ايه? لو انت شغال فول ابزربيشن كوستنج. هتاخد معك ايه? ازا بروتكت كوست. لو انا شغال فول ابزربيشن هاخد تلتمية. والدايريكت ليبول مية يبقى ربعمية. وعندك هنا خمسين يبقى ربعمية وخمسين. واخد كمان معاك الفكسد اوفرهد لان انت شغال فول ابزربيشن كوستنج تمانين الف. يبقى كله على بعضه كده كام خمسمية وتلاتين. اهوت على كده شوف معي. عندك تلتمية صح? وعندك ليبول مية. وعندك كام خمسين الف? وعندك كام تمانين الف? كلهم مع بعض كام يطلع خمسمية وتلاتين الف? اجابة رقم سهلة? تعالوا بينا نشوف السؤال اللي بعده. سؤال رقم تمانية. بيدي لك شوية اهيه? بيقول لك ايه? كلاب ده اسم الشركة ما نجدعو بي. الشركة دي ايه? فول ابزربيشن كوستنج اند اوبراتينج ايكم اد بروتكشن لفل اف اتناشر الف يونت سبير ما يبقى ادي دلوقتي الداتا الجميلة هي والشركة دي يوزنج فول ابزربيشن كوستنج والاوبريتنج انكا معدي انتاجية اتناشر الف بروتكشن. تعال نشوف. دايركت ميتاريا لتنين وثلاثين دولار. دايركت ليبول وادي فاريابل اوفرهيد وادي فكسد اوفرهيد وادي فاريابل سينك وفيكسد سينك. السؤال بقى هنا عايز ايه? كلاب عايز الاستيميتد كونفرجن كوست بريونت. شوف التلاعب بالعفاظ شايف? انا اعرف ان الكونفرجن كوست دوت من ايام اخدنا في البداية الخالص. الكونفرجن كوست دا عبارة عن ايه? عبارة عن الديريكت ليبول بلاص المانيفاكتشرين كوورهيد. حلو قوي? حلو. ادي الديريكت ليبول كام? عشرين. كويس. دايركت ليبول عشرين. وانا دلوقتي عايز الايه? عايز اخد معي كمان الفاريابل اوفرهيد. بس السؤال هنا انا عايز اخد الفاريابل او فاريابل 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 او فار اخدناها في الف تكاليف كانت عبارة عن ايه? عبارة عن لو انت شغال يبقى ازا عشرين وخمستاشر خمسة وتلاتين وستة واحد واربعين تبقى ايجابة رقم بي. نروح نشوف السؤال اللي بعده نفس بتاعتنا برضو ايه? سؤال رقم تسعة. عايز عايز الايه بقى ها? ايه عام ده. معنا خدنا برضو ان ده هو صح? يعني اخد اتنين وثلاثين وعشرين ايه هتاخد اتنين وثلاثين وعشرين ونسميهم برايم كوست. اتنين وثلاثين وعشرين يبقى الاجابة كام? اتنين وخمسين? اجابة رقم دي. حلوة والله لا سئلة الضريفة. صح? تعالوا بينا نروح للسؤال اللي بعده. سؤال رقم عشرة. في سؤال رقم عشرة بقى بيدينا شوية بتاعتنا بتقول اين? ده اسم الشركة. بتطبق النورمال. ممكن اتوقف شوية عند حتة نورمال ده الكلام ده. احنا اخدنا يا جماعة ان بتاعتنا بتبقى يا ام اكتوال يا اما نورمل يا اما ها صح? اكتوال وانك هتاخد الديريكت ماتيريا اكتوال الديريكت ليبر اكتوال صح كده? طيب انك تاخد الديريكت صحي كده? طيب. ستاندرد بقى اللي هو اعلى منهم كلهم. دة بتاخد كل ستاندرد ريت. اللي ايه والا ايه والاوبرهد ستاندرد ريت. طيب انت اريزنا نشتغل ايه 최고 noget? قالك اشتغل بالنورمل. فان النورمل ده اللي هافهمه اللي هو معالفاله و with the Affordable First and Ell imag 1948 continued مش كده. عشان كده برضه هو بيقول لك. نان ستاندرد ده خلي بقى. اتفقنا? يبقى حنشتغل بايه? طبعا ابزوربيشن كوستينج سيستم. ازا فولونج افورميشن ازا فروم زا فاينينشن ريكورد اوف زا كامبري فورزير. قللي بقى يعامل ايه الانفورميشن اللي عندك? اتنين مليون ونص. ايه دي? انا اعرف ان دي عبارة عن دايريك ماتريال بلاس دايريكت ليبر بلاس مليفاكترين جوورهيد. حلو قوي. وبعدين ادي الفرق ما بين والفرق ما بين ان انا بعد ما بحسب واضيف عليها واطرح منها فيدين كويس. تلاتين في المية. شايف التلاتين في المية منها اوبرهيد. اهو بيقول لك اوبرهيد بيعادل كم تلاتين في المية من اللي هي تنين مليون ونص. ماشي. مرتين في المية او محطوط على البروداكشن اللي هي تلاتين في المية دي. بنسبة كام? اتاريت او تمانين في المية. يعني ازا الوبرهيد اللي هو تلاتين في المية من تلاتين في المية دي بيساوي تمانين في المية من. ماشي? واركون بروس انفنتوري في هو خمسة وسبعين في المية. يعني ايه الكلام ده? يعني خمسة وسبعين في المية من بتاع الويب. مش طلبتك ايه بقى? عايز بتاع المتاريال. اجيبها لك ازاي دي? انا عندي هنا اللي هي تعتبر طب ما انا عارف ان تلاتين في المية منها. حلو يبقى طلعت رقم على جنب. وعارف ان رقم ده تمانين في المية من يعني قد راح سيب ويبقى الفرق هو المتاريال. شوفت سهل ازاي? تعال نحلها مع بعض ونشوف هنعملها ازاي. بص اول حاجة كده طلع لي كده الراجل ده قالك عبارة عن تلاتين في المية من الاتنين بليون ونصف. يعني اقول كده اللي هي اتنين مليون وخمسمية في تلاتين في المية. حلو يبقى كما جماعة سبعمية وخمسين الف. دي معلومة جميلة جدا. طيب. هاد دي الدي 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 انا اعرف ان الدي الدي هنا او هو زيea هوا ما قاللي ان ال огром by 80% من ال say欢 More than صح? يعني انا النهاردة لو جبت كده وقلت 80 لو مسلا قلت كده ди durch labor حلو. في 80 في المية. هيساوي الايه? هيساوي الOverhead اللي هو سبعمائة وخمسين الف. حلو كده? طيب يعني انا دلوقتي لو عايز فانا هقول هقول سبعمائة وخمسين الف. وطلع التمانين في المية دي بره على تمانين في المية. يطلع كام تسعمائة سبعة وتلاتين الف وخمس ومية. بس كده. انا دلوقتي جبت وجبت الايه? ببساطة جديدة اقدر اقول لك بقى هتبقى بتساوي ايه? يلا. اللي هي تنين مليون وخمسمية. ناقص اللي هو سبعمائة وخمسين الف. ناقص سبعمائة سبعة وتلاتين. يطلع المتارية الكام تمنمية واثناشر الف. وخمسمية. في انتم مهمية واثناشر خمسمية اهي اجابة رقم بي. رأيكم. تهيلي سهلة مصريفة افاش اي مشكلة خلص. نفس بتاعتنا برضو السؤال اللي بعده. ولكن في السؤال اللي بعده بقى عايز ايه? عايز قيمة الويب في اخر المدة. اه. تعال نشوف. انا اعرف ان انا عندي حاجة اسمها اهي اسمها صحي كده? اللي هي في المسال بتاعنا تبقى عبارة عن ايه? اتنين مليون وخمسمية. حلو اهو. وبعدين باجي اقول اهو. حاجة اقول زائد الايه? ها? البيجينينج ويب. البيجينينج. ويب. طبعا انشان فهيفتكرها معادلة. المهم يعني هنقول كده. بلس البيجينينج ويب. اهو. ادي الايه? البيجينينج. ويب. حلو. وبعدين لس اطرح منها الايه? الاندينج ويب. مش كده? علشان يطلع في الاخر الناتج حاجة اسمها ايه? صح? طيب هنا راحت فين اهي? اتنين مليون ربعمية خمسة وعشرين الف. اتنين مليون ربعمية خمسة وعشرين الف. بس. سهلة? طيب. عندي هنا قال لي فين الويب? اهو. قال لي اللي هو البيجينينج ويب بيسي خمسة وسبعين في المية من الايه? من الاندينج ويب بتاع واحد وراتين ديسمبر. يعني اقدر اقول لك كده ان البيجينينج يب ده عبارة عن ايه? خمسة وسبعين في المية. صح? من الايه من الاندينج ويب? اهو. حلو اهو. ودي عندك هنا ايه ايه? اكتب بس كده اندينج ويب. ودي عندك هنا. زائد الايه. ناقص الايه الاندينج ويب. بس. شفت ما دوسها لزاي? بس خلي بالك دي بالايه? بالنائس. اتفقنا? ماشي. يعني انا دلوقتي حاجة اقول خمسة سبعين في المية. نائس مية في المية. يبقى ازا ده بالنسبة له يطلع كام بخمسة وعشرين في المية. حلو قوي. وبعد ما يطلع خمسة وعشرين في المية. هروح مطلع الاتنين مليون ونص دي. بره يساوي هنا باشارة مخالفة. واترحها. واشوف الفرق واسم على خمسة وعشرين في المية. هتلاقي الموضوع بسيط جدا. جدا مسهل. تعال نشوف اهو. قادي عندك وكايني هقول اتنين مليون وخمسمية اهو. مش كده? اللي هي المفروض الايه? دي. اتنين مليون وخمسمية زائد خمسة وسبعين في المية. نائس. مية في المية. بيبقى وكايني بقول نائس كام? نائس خمسة وعشرين في المية. صح? بس. الكلام ده يساوي كام? الكلام ده كله يساوي في الاخر. الايه? الاتنين مليون ربعمية خمسة وعشرين. الاتنين مليون ربعمية خمسة وعشرين الف اللي هي ما نفعل شو. طيب هاخد انا بقى الاتنين مليون ونص دي اطلعها بره صح? وادخل واقسم على خمسة وعشرين في المية وكي ان في الاخرى هاو هقول لك كده عبارة عن ايه? عبارة عن ان انا هقول اه الويب عندي بقى او الاندينج ويبا هوا الاندينج ويب بيساوي وهقول اه الاتنين مليون ربعمية خمسة وعشرين واقس الاتنين مليون ونص. اتنين مليون ربعمية خمسة وعشرين. ماقس اتنين مليون وخمسمية الف. يطلع كام? يطلع خمسة وسبعين الف. وبعدين هاجي بقى بعد كده او مقاسم الخمسة وسبعين الف دي. على بويت خمسة وعشرين في المية. يطلع قيمة الاندينج ويب كام? تلتمية الف. انا بس عكست هنا جبتي دي ناقس دي. مع ان المفروض كانت تبقى الاتنين مليون خمسمية. هي اللي نقص الاتنين مليون ربعمية خمسة وعشرين الف عشان مطلعش عندنا ايه اشارة مخالفة في هنا صفر زيادة معلش بس يطلع قيمة بكام ها تلتمية الف مضوء سهلاوي انا استدلت بالاستدلت بالاستدلت على اساس ان هو قال لك ان البيجنج خمسة وسبعين في المية من الاندك وكذلك المعلومة بتاعت زائد اعوضنا بيها طلع بكام تلتمية الف فن هنا تلتمية الف اجابة رقم ايه اجابة صحيح نوره للسؤال اللي بعده نفس بتاعتنا سؤال رقم اتناشر اهو بيقول ايه عمل احنا لسه حزبينها مشوية مش حسبنا اهي كانت تسعمائة سبعة تلاتين الف خمسمية عملنا ايه قلنا بتاعنا عبارة عن اتنين صح مضروبة في ايه في تلاتين في المية يبقى الوفرهد سبعمية وخمسين الف الديريكت ليبر بالنسبة لي ان هو بيقبلي الوفرهد على التمانين في المية من الليبر اهو كان بيقولك الوفرهد ابقى التمانين في المية او في دايريكت ليبر معنا كده ان السبعمائة وخمسين الف دي عبارة عن دايريكت ليبر في تمانين في المية رحت جاي بقى قالي الديريكت ليبر سبعمائة وخمسين الف على تمانين في المية بيطلع تسعمية سبعة وتلاتين الف وخمسمية فين ايه اجابة الرقم دي نروح بقى للسؤال اللي بعده ايه دي كلها ده سؤال كبير اوي تعالوا نقرأ كده مع بعض وانا شخصيا الاسئلة الكبيرة دي بقى متفائل بها اوي وبحس ان هي سهلة جدا تعالوا نشوف بيقول لك ايه ده السؤال ده ادي الفاكت بقيتها مزدين ده اسم الشركة بتطبق طريقة الحلوة. شركة بتفكر ان هي تروح لطريقة الفاكت بقيتها 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 رجل من دي لك هنا تعال نجيب من فاعلين هنا ادي البلانت كوست البيانت كوست البيانت كوست اللي كانت محطوطة كام وادي البيانت كوست اللي الاكتشو. ماشي. ادي البل يونيت وادي التوتل يعني ايه بل يونيت وتوتل يعني الاتناشر دولار بليونيت. اتناشر دولار بليونيت يبقى عندك هنا توتل مليون ستمية وتمانين. طبعا المفروض ان هو ضرب ده في الكمية الايه اللي بيفكر ان هو ينتجها. ماشي. الانكار دي الاكتشوال هنا بدل ما كان هيصرف مليون ستمية ثمانين صرف مليون خمسمية وستين. غالبا كده انتج اقل من اللي كان بيفكر ينتجه. تسع دولار بليونيت في توتل مليون ميتين وستين بكوست والاكتشوال اللي صرف مليون مية وسبعين. فغالبا كده برضو انتج اقل لانه صرف ليبر اقل. اربعة دولار بليونيت في توتل الكمية المنتجة يديك خمسمية وستين ولكن الاكتشوال خمسمية وعشرين. في كمية المنتجة يديك سبعمية ولكن واضح ان هو صرف اكتر فصارف هنا سبعمية وخمستاشين. في الكمية المباعة يديك مليون مية وعشرين ومن الواضح ان هو صرف مليون بس يبقى غالبا باع عقل من البودجت. طيب. فكسد ستمية سبع دولار بليونت بتوتل تسعمية وتمانين وهو هو نفس التوتل ما تغيرش. اتنين دولار بليونت بمتين وثمانين واضح ان هو صرف اقل بمتين وخمسين لانه تقريبا باع اقل. تعالي شوف بقى انت كم وباع كم. على الجنب هو بيقولك ادي كان عنده كان عنده خمسة وتلاتين والحمد لله برضو تنفي ازاي ما هو وفتح به الفترة المالية لان كده كده هو بيعمل البودجت وهو معلقين دي بتاع الفترة اللي فاتت فهيفتح به الفترة دي. سلزة اليونت عندك مية واربعين الف ولكن اللي حصل بقى دي كانت بودجت مية واربعين اللي باعه فعلا كام مية خمسة وعشرين. كان بيفكر البلانت ان هو مخطط ان هو ينتج مية واربعين انتك اقل منها انتك كام مية وتلاتين. كويس. اللي هو اللي هو اللي هو الاتناشر والتسعة والاربعة والكلام ده. حلو او. يعني هو لما كان حطت الارقام دي كان حطتها على اساس مبيعات وانتك كام مية واربعين الف يونت فرزير. طب ما تجي نتأكد كده معلش اكد لي يعني هاتلي اي حتة فاطية كده وجرب كده تقول لي مسلا يعني الاتناشر دولار دي قل لي كده اتناشر دولار في مية واربعين الف اللي انت بتقول عليها يطلع كام? مليون ستمية وتمانين اي وصحه. يبقى ازا الراجل ده فعلا شغال على مية واربعين الف في البوجت. ولكن اللي حصل ان هو انتك كام مية وتلاتين? خلي بالك. مية وتلاتين. البوجت كام مية واربعين. طيب بيقولك اهو في شركة فيرن ديت او فيلين ديت يوز يعني محدد مسبقا بتاع المنتجات بتاعتها. ايه يعني مزيد من او مجموح كزا حاجة مع بعض تسعة دولار. عارف ايه التسعة دولار دي? لو انت طلعت فوق هنا كده وشفت دي اربعة دولار دي خمسة دولار. فالخمسة دولار والاربع دول التسعة دولار غريب على فكسد. هو اللي بيقولك عليهم هنا دول. كان عامل الريتاب تسعة دولار ده. اربعة منهم صح اهم. وخمسة منهم فكسد بمجموع تسعة كان عاملهم عشان اشتغل. مش احنا قلنا ان حضرتك لو بيت اعلى واقل فانت كده شغال اه يا اما افر ابلايد يا اما فالفرق دوت هيقفله هنا على طول في في نهاية الفترة اللي طبعا احنا كان في جزء هنا ما كملناهوش تحت دي ان كان فيه عندنا حاجة اسمها تلاتة دولار بليونت بمجموع ربعمية وعشرين وادي بمجموع سبع مليون ولكن الاكش وقت لا ستة مليون ستمية وعشرين عايز يقولك نقطة اخيرة عايز يقولك ايه بقى الراجل ده عايز يقولك اقولك البيجيني ايه يوزه انفتوري ده اهو ارده 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 خمسة وتلاتين دولار خمسة وتلاتين الف يونت دول معمول لهم كوستنج طبقا للبلاند بريونيت كوستنج. هلو فهو يقول لك البيجينج فنشد جوز انفنتوري فور ابزربيشن كوستنج بربوس مقيم فاليود قد بالبريفيس هير زي بلاند يونيت مليفاكتشنج كوست. وشووز هي هي زي سين فور زا كاران تير بلاند مليفاكتشنج كوست. يعني عايز يقول لك ان البيجينج انفنتوري ده مقيم بالايه بالبريونيت بلاند كوست اللي هم دولي. اتفعنا كده ماشي. زا بلاند ان اكتشوال سيلنج برايس فور زا كاران تيرو سبعين دولار. ايه السيلز برايس هو هو بلاند زا اكتشوال يسوي كام سبعين دولار بريونيت. السؤال بقى هنا ايه خلي بالك الداتة الكتيرة دي كلها معظمها مالوش لازمها. تعال بس نتفرج ونشوف قدي الاسئلة سهلة وانت تخضيك من السؤال كده. تعال نشوف. سؤال اول. عايز قيمة الاندينج فنشد جوز انفنتوري. سهلة اوي. وهو الاندينج فنشد جوز انفنتوري كاما جماعة. ما احنا عارفين الاندينج فنشد جوز انفنتوري. عبارة عن ايه عبارة عن فين عام كان عندك بجننج انفنتوري خمسة وتلاتين الف. انتكت عليهم مية وتلاتين وبعت منهم مية خمسة وعشرين. صح? تعال نشوف ما ضوء سهل. تعال كده نجيب قيمة ال ايه الاندينج انفنتوري ادي الاندينج اهو. يسوي بص انا كان عندي كم ؟ كان عندي 35000 يونت حلو اللي حصل ان انا عملت عليهم مية وثلاثين الف زودت عليهم مية وثلاثين الف باعت منهم نقص باعت منهم كام مية وعشرين الف أول نقص كام 125 الف بس يبقى قيمة اربعين الف يونت حلوة اوه. اربعين الف يونت هو طالب ايه بقى? عايز بتاعت الاربعين الف يونت دول. حلو. طالما قال لي يبقى هاخد صحي كده? طيب. السؤال بقى هنا. هتاخد البلانت ولا هتاخد الاكتوال? اه. الرجل هنا ايه? ايه? ايه لك? عايز ايه اكتوال. حلو? طب يا طرى الاكتوال كم? ركز بقى معي. لما اجا اقولك دلوقتي اهو. بس انا عايزها ايه اكتوال. وكمان عايز الايه الديريكت ليبر عايزه كمان اكتوال صح? اما الاوفرهيد فانا هاخده بريد. صح? ادي الفريبل اوفرهيد فانا هاخده بريد صح? وكمان الافرهيد هاخده برضو. تعال نشوف انا عارف ان الافرهيد ده ربعة والريد بتاع الفيكس ده خمسة. اللي هو اهم اربعة وخمسة. طيب انا عايز دلوقتي الماتريال اكتوال فانا اصرف كام مليون خمسمية وستين صح? علشان انت كام انت مية وتلاتين مش كده? فحقول كده اهو في الماتريال ادي عندي مليون خمسمية وستين الاكتوال اللي اصرف اهو شيء اهو مليون خمسمية وستين الف. على انا انتكت كام? فين فين عندي مية وتلاتين الف على كام? مية وتلاتين الف ايه ده? طلع اتناشر دولار برضو. فعلا? معنى كده ان البلانت زي طب والله حاجة تطمن. كويس? طيب. كزلك الخصة بتاعت اتصرف مليون مية وسبعين عشان انتج مية وتلاتين الف يونت. فانا هجي اقول اهو مليون مية وسبعين الف على مية وتلاتين الف يونت انتاج برضو تلاقي كم? تسعة دولار? كويس تسعة دولار زيه زي البلان. حاجة تطمن يعني. بس التوتل بقى عندي هنا هيطلع كام? هيطلع تلاتين دولار. فهجيب بقى بتاعت الاندي اهو. هادي هقول اهو. هتطلع كام? اربعين الف يونت في تلاتين دولار. يوزنج الايه? ابزوربشن كوستنج. وطالما يوزنج ابزوربشن كوستنج. فانا زودت الخمسة دولار الفاكسي دوفرهيد. توتل مليون وميتين. فين بقى مليون وميتين في الاجابات? مليون وميتين. اهي اجابة رقم بي مليون وميتين. سهل السؤال ده بتاعت لي. صح? طيب. تعالى نشوف السؤال اللي بعده عايز ايه? برضو نفس المعطائب بتاعتنا. هنجري على طولع السؤال الرقم اربعتاش عايز ايه? ولكن باستخدام الايه? حلو اوي. طب ما هو نفسي دي? بس هدلت الفيكسي دوفرهيد. شفت? طلعت مليون. اجابة رقمسية. والله موضوع سهل. صح? اللي حصل هنا ايه? ان انا عايزني اشتغل طبقا للفريابل كوستنج. بياخدش مع الفيكسي دوفرهيد بالنسبة له زيرو. صح? فهو بياخد الديريكت ليبر والايه والفاكتوري والفريابل اوفرهيد. يبقى اليونت كوستي خمسة وعشرين دولار في انديج انفنتوري اربعين الفيونت يطلع انديج فينش دووزي انفنتوري مليون ايجابة رقمسين. نروح للسؤال اللي بعده. برضو نفس المنطيات نفس الداتا بتاعتنا اهي اهي اهي. عايز ايه بقى? ده بيقول لك. ما يبقى الابزوربشن كوستنج اووريتنج انكم. هيبقى هايير زان في كوستنج اووريتنج انكم. تعال نروح نبص كده في المسائل. فين الاكتشوال بروداكشن اهو الاكتشوال بروداكشن هو مية وتلاتين الف. الاكتشوال سيلز كام مية خمسة وعشرين. يعني اذا هنا بيتخطى السيلز بيتخطى سيلز بكام بخمس تلاف يونت. حلوة. وطالما احنا شغلين ابزوربشن كوستنج يبقى هتلاقي صاف الربح في الابزوربشن كوستنج اعلى من هايير زان الابريتنج انكم انتر فريابل كوستنج. ليه? علشان هنا البروداكشن اكتر من السيلز. ففيه متبقي عندك خمس تلاف يونتينج انفنتوري من مبيع من انتاج السنة. هيحملوا بفكس ويروحوا الانفنتوري في الميزانية. فانت مش هتشوف قيمة المحمل عليهم دول في وبالتالي اطلع اعلى لما يكون اعلى من السيلز زي المعقف اللي انا شايفه ده. صح? طيب. يبقى ازا بيقول لك اهو ille عشان ايجابة 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 صحيحة. سابدك ي recibقى له اهو يقول لك ما ينفعش ايجابة الصحيحة ايه بيقول لك ليهeb يا ليه خمس تلاف يونة الفرق ما بين الاتنين دول هيتخزن واللي هيتخزن ده هيروح مخزن محمل يبقى ازا هعمل ايه انتم اعلى اندر ايه اندر ابزوربيشن كوستنج هاير زان الاجابة صحيحة نروح للسؤال اللي بعده سؤال رقم 16 برضو على نفس نفس المطيط بتاعتنا عايز ايه بقى المرادي عايز فيلي انكوربوليشن اكتشوال مانيفاكترينج كونتروبيوشن مارجن عايز الايه الكنتروبيوشن مارجن اندر ايه بس خلي بالك هو مالش عايز الايه الكنتروبيوشن مارجن هو عايز خلي بالك اما يقول لك عايز ما تاخدش معك اتفقنا احنا عارفين ان عبارة عن سيلز ريفنيو نايز فيديني ولكن لما قول لك عايز يبقى اوقف لحد بس اتفقنا تعال نشوف هنعملها ازاي اول حاجة كده قول لي عم سيلز ريفنيو بتاعتي عبارة عن هو الراجل ده بايع كم بايع بايع مية خمسة وعشرين الف يونت صح في سعر بيع كام في سعر بيع سبعين دولار حلو يبقى انا هاجي دلوقتي كده واقول لك ايه دي عم مية خمسة وعشرين الف في سبعين دولار يبقى سيلز ريفنيو بتاعتي تمانية مليون سبعمية وخمسين حلو اطرح لي بقى الايه ال تعال كده بقى نطرح الايه ال ونشوف ايه دي ال المفروض ان انا لو بريونت هاخد اتناشر دولار تسع دولار واربعة دولار بس ومش هاخد الخمسة دولار اتفقنا? طيب فهاجي اقول كده المفروض ان انا هاخد الاتناشر دولار زائد التسع دولار زائد الاربعة دولار فيطلع خمسة وعشرين دولار حلو اوي هاجي بعد كده بقى اطرح فهقول اطرح لي كده بقى اقول لي مية خمسة وعشرين الف يونت اللي هو باعهم في خمسة وعشرين دولار يطلع تلاتة مليون مية خمسة وعشرين. يبقى دلوقتي ادي المانيفاكترينج اهو بيساوي السيلز مواقس بس. يطلع كم? يطلع خمسة مليون ستمية خمسة وعشرين. فين خمسة مليون ستمية خمسة وعشرين دي? اهي اجابة رقم دي خمسة مليون ستمية خمسة وعشرين. ركز كويس. اما يقول لك اوعى تاخد معك اللي هي دي. اوعى. اتفقنا? ولا تاخد دي ولا تاخد دي. اتفقنا? ماشي. تعال بينا نشوف السؤال اللي بعد وعايز ايه? نفس برضو نفس بتاعتنا. بس المرة دي في سؤال خمسة بعتاشر. عايز ايه? زي توتال كوست. عايز المعرض بقى ايه? لما يقول لك بقى عايز توتال كوست. يبقى حالك هتاخد معك الايه? اللي هي الجميلة اللي احنا حسبناها دي. وتاخد كمان معك ايه بقى? تاخد معك صح? مش كده? وتاخد معك كمان ايه? ادمن صح? ترى ما قالك عايز كل بقى? طيب. انا جبت الان انا خدت الاناشر وتسعة والاربعة. فطلعوا هما الخمسة وعشرين دولار دول. حلو. وبعد كده عايز ايه? عايز ايه? عايز ايه? والفاريابل ادمن. اه دي الفاريابل سيرنج تمانية دولار اهي. صح? اهي? وادي اتنين دولار اهي. اهي ادي اتنين دولار. بس. هاخد بقى الكلام ده. واضرب مية خمسة وعشرين الف صح? في تمانية دولار. وبعدين هاضرب برضو ايه? المية خمسة وعشرين الف اللي انا بقتهم في الاتنين دولار. يبقى كله المفروض عندي يطلع اجمالي كم? يطلع المفروض اربعة مليون تلتمية خمسة وسبعين. فين في الاختراط اربعة مليون تلتمية خمسة وسبعين? اهي اجابة الرقم ايه? اربعة مليون تلتمية خمسة وسبعين. خدت بالك او كان عايز ايه? كان عايز عايز كل اللي الشركة صرفته. وبالتالي رحت انا على طول اخدت اتناشر وتسعة واربعة. ورحت اخدت تمانية واخدت اتنين. وضربتهم في الكمية المباعة اللي هي مائة خمسة وعشرين الف. يطلع لك اربعة مليون تلتمية خمسة وسبعين اللي هي اجابة رقم. هالي سهلة مش كده? يلا روح نشوف السؤال اللي بعده عايز ايه? برضو مدينا شوية نصد هنا. ده نفس نهية هي. السؤال ده بخلاص يقول لنا. تعالى نروح نشوف عايز ايه سؤال رقم تمنتاشر. انا كنت مستنيه اسأل على الحت دي لما كانش اسأل على الحت دي كنت ايه دي اساس الموضوع كله بتاع الفرق ما بين صف الربح او المحسوب والمحسوب اندر ايه? احنا عارفين كويس ان الفرق ده بيكمن في ايه? الفرق ما بين كمية المباعة والكمية المنتجة ايه الجزء اللي تبقى في مضروب في صح? طيب يبقى انا ببساطة جديدة كده هروح ابص انت عم هنا انتMOجت كام مية وثلاثين باعت منهم كام مية قمسة وعشرين يبقى ازا المتبقى عندك هنا اول ديفرانس هنا اهو ادي بقى ديفرانس في الفينفينتوري عبارة عن الكمية المنتجة اللي هي كام مية وتلاتين الف انا باعت منهم مية اخمسة وعشرين الف يبقى متبقى عندك خمس تلاف يونت في الاندينج انفنتوري زيادة على الاندينج انفنتوري صح? كويس. طيب. الفرق ما بينهم هيكون عبارة عن ايه? عن الفرق اللي هو ده مضروف في الايه? في اللي هي الخمسة دولار. حلو قوي. يبقى عندي هنا ادي اللي هي الخمسة دولار دي. بس. تيجي بعد كده تضرب بقى خمس تلاف يونت في الاندينج انفنتوري مضروفين من خمسة دولار يبقى الفرق في صفر ربحة ما بين الطرقين خمسة وعشرين الف دولار. تعال هم نشوف هي فين? اهي اجابة رقم بي خمسة وعشرين الف. بس. هيا لأسئلة صريفة وسهلة. هي الفكرة بس كلها نحرك لما تيجي تشوف قدامك جيفنز او مطارك جبيرة زي كده ما تتخضش واول حاجة تعرفها ان انت على طول اجري اقرى المطلوب تحت الاول ايه? يعني انا شخصيا. لو انا بحل السؤال ده من غير ما اقرأ وبيقول هنا عايز ما بين الايه? هروح على طول ابص فين يعمل كمية المنتجة مية وتلاتين. الكمية المباعة مية خمسة وعشرين. والفرق بينهم خمس تلاف. مضروبة في اهو خمسة. في ثانية من غير ما اقرأ الكلام ده كله. معي? ولكن احنا بنقرأ علشان نوضح لنفسنا وعشان نسهل لنفسنا حل بقيت الاسئلة اللي جاي على نفس المؤتيات. نروح للسؤال اللي بعده سؤال رقم تسعة عشر. في سؤال رقم تسعة عشر بيقول ايه? مدير التسويق. عرف اللي جايه ده. عرف اللي جايه ده. عمولة المبيعات. عمولة المبيعات. عمولة المبيعات. بلاس. زا ماركتينج بانجر انسنتف بوجيتت انا كمان نصف المية. يعني هيدي عمولة مبيعات تمانية في المية وهيدي انسنتف للماركتينج بانجر ده نصف المية. من المبيعات. طبعا المبيعات لو تغيرت المباريخ دي هتتغير معها وبالتالي دي يعني التمانية في المية دي باريبول والنصف في المية ده باريبول. ماشي. زا بربريشن اوف ابرودكت برشور هيعملوا برشور كده او كتالوج للمنتج للمنتج ده. هيشتغلوا الناس بتاع الماركتينج عشرين ساعة. هنا كام مية دولار للساعة. يعني الناس دي علشان تعمل برشور هيعضوا شغالين عشرين ساعة الساعة بمية دولار. كمان عشر ساعات. مية وخمسين دولار بر اوار. فر ان اوتسايد الاستريتور اللي هو الناس اللي بتعرض او الناس اللي بتوزع البرشورات دي هيشتغلوا خارج يعني اوتسايد الاستريتور هيمشوا في الشارع كده ويوزعوا البلشورات دي فالناس دي هيشتغلوا عشر ساعات بمية وخمسين للساعة. السؤال هنا بقى. اول حاجة كده العشرين ساعة دول اللي هيشتغلوهم على البرشور دي فاكسد. ليه? لانه هيعضوا يصمم البرشور ده في عشرين ساعة. بقى بقى مبعش هو كده كده اشتغل العشرين ساعة في مية دولار. نفس كمان القصة بتاعت العشر ساعات في مية وخمسين دول دي فاكسد برضو. لان الراجل ده هيطلع او هيعرض البرشور بتاعه بره. سواء بقى او مبعش هيشتغل عشر ساعات في مية وخمسين. اما بقى الحاجة هنا هي ايه هي التمانية في المية سيلز كوميشا والنص في المية. فحضرتك بقى هنا عبارة عن المبيعات كام? ميت الف صح? في تمانية في المية ونص في المية يعني في تمانية ونص في المية. ايه. في كام? تمانية ونص في المية. تطلع كام? تمن تلاف وخمسمية. يبقى ازا عبارة عن ايه? تمانية ونص في المية. اللي هي التمانية دي والنص ده. مضروبين في ميت الف تطلع تمانية ونص يبقى ايجاب رقم بي تمن تلاف وخمسمية. نروح لسؤال رقم عشرين يشوفوا عايزين. بيقول لك ده ملكش دعوة. المهم ده صنفه في واحد بيصنعه. الفكرة دي شوية حاجات زي المخبوزات كده. مش موضوعنا. عنده دية بتاعة الشهر بتاع شهر جون. خمسة دولار تلاتة ونصف بليونت. فكسد ماركتين كوست اربعة بليونت. بيقول لك اتوتال اوف ميت الف يونت صنعه كم يونت صنعه ميت الف يونت. كويس. عاشر تلاف اوف ويتش ريمين ان اندنج انفنتوري. البقى منهم عاشر تلاف يونت في الاندنج انفنتوري ماتبعوش. زي مانفكتوري يوز فرست اين فرست اوت فايفو انفنتوري مثل بيشتغل بطريقة الفرست اين فرست اوت. اذا عاشر تلاف يونت ار زي مانفكتوري يوز فرست اين فرست اين فرست اين فرست اوت. اما العاشر تلاف اللي هم متبقيين من انتاج الشهر هم الوحيدين اللي متبقيين اهو بس بس. او ايجابة لقومي ماتبقى. اهو. هيخد كساوري مانفكتوري. او اتنين يبقوا سبعة. سبعة عشرة سبعة تلاف سبعين الف ناسف سبعة عشرة سبعين بس ايجاب رقمي. شفت سهل ازاي? اهو هاخد ايه? هاخد وهاخد الايه? اللي هو صح. خمسة اتنين كام سبعة تلاف? وانا عندي هنا اليونتس اللي موجودة في الاندينج كام يونتس? عشرة تلاف يونتس? عشرة تلاف وهاجه اقول عشرة تلاف ايه? في سبعة يبقى سبعين الف ايجابة رقمي. ليه اخدت الفكسيد اوفرهد? لان هو بيطالب بايه? بالابزوربيشن كوستينج. تعال نشوف سؤر رقم واحد وعشرين عايز ايه? في سؤر رقم واحد وعشرين بيقول اول ما يقول لك فرست مانث اف بروديوسينج نيو بروديكت يعني ايه فرست مانث اول شهر? يعني مفيش مخزون اول مدة قبل كده. ماشي. بس ما شحنتش اي منتج من المنتج من البرودكت يعني انتجت بس الثلثة ما شحنتش حاجه. ماشي. زي المنتج ده تكبد او صرف وفكسد مانفاكشورم كوست اثنين مليون وفكسد ماركتنج كوست مليون وفكسد ماركتنج كوست ثلاثة مليون. حلو. او زي كام بنيوز عايز يعرف. عايز يعرف. يطار بقى الو بتاعت المنتج ده بتاعت اليونتس بتاعت اليونتس بتاعت اليونتس. استخداما طريقة الايه الو الو بقى على طول هتاخد. اللي هي المفروض تتكون من يبقى الاجابة الصحيحة هنا كام? خمسة مليون. اللي هي اجابة رقم ايه? خمسة مليون. ايه رأيكم بقى? تهي اللي خلان سهل وبسيط اه ظريف خالص ما فوش اي مشكلة. اه حل الاسئلة ممتع ما حسكش بملل طالما انت عارف كويس قوي. هي النظرية بتاعت الفرق ما بين ان بتاخد معها ولكن ما بتاخدش ولكن بتاخده ايه بريد كوست اتفقنا? تهيلي موضوع صحيح وظريف. انا بس ممكن معاش هقدر احل معاك بقية السبعة تلاتين سؤال دلوقتي. هنقفل لحد كده دلوقتي. المرة اللي جاية ان شاء الله. والمحاضرة اللي جاية هحل لك بقية الاسئلة وتمنى ان انت ايدك تاخد على حل وتحل لوحدك شوية. اتفقنا من غير ما ترجع للفيديوهات. نتقبل المحاضرة الجاية ان شاء الله. نحل فيها بقية الاسئلة بتاعت الكالكليشن بتاعتها. واشوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.